اه استكمال اله احنا بنتقلم انا عايزك قديك بقى سؤال مهم وهو الاهم عشان اللي قاعد بيتفرج علينا ياخد روشيتة كاملة انه ازاي اصلح ما حدث في السوبر ما افسده الاخرون لان احنا واضح ان احنا عندنا قيمة او روشيتة كبيرة جدا جدا صلح لي الوضع خليك انت المسؤول ودير المنظومة قل لي روشيتة كاملة لاصلاح ما افسده الاخرون واخرى السوبر هبدأ باجابة ومش عايز التشاؤم يتصرب ليك ولا للمشاهد لكن انا حابب برضو اتكلم في نقطة كام مرة وكام ساعة هوا وكام الام وكام صوت كتب علشان نشاور على افات الكرة المصرية وافات الرياضة المصرية الاستوديوهات اللي ايمة والقنوات اللي ايمة هي دي قنوات كتير جدا منها ده الاعلام الوعي يعني كتير جدا منها قدم رشتات وقدم خرايط وقدم حاجات ويبقى الحال اسوأ مما هو عليك دعكة من هزا لا مش دعكة من هزا لا مش دعكة من هزا لا لا ما فيش دعكة من هزا ابدا لا 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 خال هتسمع مش عاوز هتقعد تتفرج علينا وممكن ما تتفرجش هي الرغبة احنا عايزين ايه الفكرة كلها احنا شايفين الرياضة دي لعبة وناس بتعضي وقت وخلاص ولا هي صناعة كبيرة وممكن تبقى وتأثير على المجتمع اجابي وسلبي وكل حاجة اقتصاديا واسياسيا وادريا وفنيا كل ده انت عايز ايه هي الفكرة كلها انت باصس للرياضة دي ازاي لحد الوقتي احنا يعني اول حاجة النظرة نظرة المسؤول لقرة القدم او الرياضة عموما الرغبة الرغبة انت عايز ايه او تحديد تحديد احتاجاتك احنا ممكن نقاط كده ونقول احنا عايزين من الرياضة دي ان احنا نخرج عاشر ابطال اولمبيين وعايز مثلا اوصل كاس عالم وان الدوري بتاعي يكون رقم اثنين في افريقيا رقم واحد في افريقيا هل في خطة من دي اتحطت وقبل ما حدي يجاوب علي ويقول لي في خطة اتحطت ولا لا وانا بحط الخطة هل امتلكت الرغبة ان ننفذها هل وفرت الاليات اني انفذ الخطة اللي انا حدتها قوانين كتير جدا محطوطة في الاضرار لو انت انا شفتك في الانترو بتتكلم عن ان القوانين لجنة الانضباط واللوايح بتقول وبتقول وبتقول القوانين موجودة كل حاجة موجودة افتح الكتب هتلاقي القوانين افتح النت هتلاقي القوانين مين ينفذ نفتقد رغبة او تنفيذ المسؤول ده رقم واحد في الرشد رقم اتنين رقم اتنين انت ما هو رقم اتنين مترتب على واحد اللي هو لما تنتلك الرغبة هتحط الخطة بتاعتك انا عايز هتحدد احتاجاتك هتحدد هدفك انا عايز ايه زي ما قلتلك هدفك ايه هتبدأ تشتغل عليها لكن احنا شغالين لما بحصل انجاز بالصدفة بنقول الله اه طبعا اه طبعا وما فيش حد يجي يقول لي ما فيش انجاز بالصدفة لا ما هو طبيعي لما بلد بحجم مصر يكون فيها كل الحاجات كل الرياضات اللي موجودة دي على مختلف المواهب اللي موجودة هو صلاح صدفة صلاح صدفة لينا بس مش لي خل بالك من دي كويس قوي صدفة لينا احنا هو خرج كده من غير ما احنا نخطط له من غير ما احنا نعمله عاجة لكن هو مش صدفة ابدا الناد الاهلي صدفة لا طبعا ما فيش صدفة بتبني صرحة عظيمة على مدار التاريخ بالشكل ده وما فيش كلام يوفي الناد الحق النادي الاهلي حقه على مدار التاريخ لا مش عشان انا في قناة الاهلي ده في اي مكان بقوله النادي الاهلي هو النادي رقم واحد في افريقيا النادي الناس لو بتتكلم هو ده مش تعصب والحاجة لو قلتلك ارجع للتاريخ ارجع للحاجات كتير ارجع للقيمة الاقتصادية ارجع للقيمة التسوقية ارجع انت كل حق انت اعلى قيمة تسوقية في افريقيا انت انت اعلى قيمة تسوقية للعيبة في افريقيا وانادي الاهل فأنا مش شايف جدوى من أن بعض اللعيبة في النادي الاهلي تروح للجماهير وتقول لهم أنا رقم واحد تمش محتاج إنك تقول رقم واحد رقم اثنين وثلاثة واربعة هو اللي بيحتاج إنه يتكلم ويزعق ويصوت ويصرق وقول أنا رقم واحد بس اللي بيسمعوا عارفوا انه اثنين أو ثلاثة أو اربعة انت مش محتاج إنك تتكلم عن نفسك انت رقم واحد لو رقم اثنين وثلاثة قاعد عشر سنين يحاول يجري لأوراك مش هيعرف لأن في فرق كبير جدا بينك وبين كل قبضية أفريقيا على فكرة تكلمش على زمالك أو أهل كان أنت النادي الأهلي اللي بتطلع لما مش هقول بتقع لما بتخفق بتقول أنا أخفقت بس مش شرط أطلع أقول للناس أنا أخفقت لا بلوقت كده ونفرد كده أوراقنا سواء في إدارتنا أو في فريق كرة ونقول أخطأنا في واحد واثنين وثلاثة لابد أن نعدلهم وبسرعة نادي الأهلي كان خسر من سندونز خمسة خسارة توقع أي حد رجع المفروض أن أنت رجع فاز في المشاركة اللي بعدها بعد النظر ما متأهلش لكن الخسارة دي توقع أي فريق لكن تنادي الأهلي مهما بتعدي من المطبط أنت عارف أنك عدت وهتعدي مفيش فريق في الدنيا بيكسب على طول لكن الفرق أنت تقدر تكسب بعد الخسارة إمتى هو ده ترجع إمتى هو ده هو ده تبقى إمتى إمتى هو ده هو ده نادي الأهلي اللي بيقدر بسرعة وبسرعة جدا يقوم لأنه هو أصلا في الأصل مش خسارة بتوقع نادي الأهلي مش خسارة بطولة مباراة هي اللي بتوقع نادي الأهلي عشان كي نادي الأهلي لما بيخفق في مباراة أو في بطولة بتلقيه بيصحح أخطائه ما بيرميش أخطائه على مثلا الحظ السحر شعوازة صوت عيالي لا أبدا ولا فروق ولا إجهاد ولا ولا كل ده ما فيش كم مرة وأنت متابع للنادي الأهلي وأكمل الصغفة سمعت منها مثلا مباراة سندونز زكرتها والمعوقات والحاجات اللي حصلة كتير جدا والنادي الأهلي على عكس ما لا يقال ما قالش المعوقات دي وإنت متابع للنادي هل ده حصل؟ أنادي الأهلي دايما بيواجه نفسه بأخطائه قبل ما يواجه الآخرين